السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الثلاثة 11 عزيران اليونيو القمر اليوم موجود في برج الأسد رح يظل موجود في برج الأسد طبعا في ساعات المساء في خلو مسار رح يبدأ خلو المسار ورح يستمر خلو المسار لغاية ساعات الصباح بعدها ساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة من صباح يوم الأربعاء القمر بغادر الأسد وبينتقل لبرج العذرة القمر الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح الحرية الصلاح الإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و41 دقيقة من ظهر اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر بما أنه موجود في برج الأسد معنات الناس من حولنا في هذا الوقت بكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع أحبانا يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات أو نصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا أبنائنا ويمكننا أيضا أن نقترض المال نستثمر وممكن بعض الأشخاص يشتروا مجوهرات ثمينة منكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة وبنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا مجموحة من الزوايا أول زاوية رح تكون زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 2 و34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتزيد من خيالنا وبتقوّم من ذاكرتنا ومنطقنا وتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير عنا ثقة بالنفس أكثر وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و57 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء بنتجه لتغليب العقل بنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية خطيرة نبهنا منها بحلقة المريخ انتقال المريخ لبرج الثور وهي زاوية التربيع سلبية بين المريخ وبين بلوتو هاي الزاوية طبعا ذروتها اليوم ساعة 41 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش ولكن تأثيراتها بدأت من يوم 62 ورح تستمر ليوم 26 هاي الزاوية بتولد لدينا اندفاعات ومخائف يعني مخالفة للصواب وبتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين كما انها بتعرق النجاح ومبادراتنا وعلاقاتنا دوليا تعد دلالة على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بيتلو هذا الاتصال بتدل كذلك على انه هاي الفترة بتشهد اضطرابات للعمال اللي بترافقها اعمال شغب او حوادث عنف كما انها بتشهد هاي الفترة مقتل احد القادي او كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على حدوث انقلابات عسكرية او مؤامرات او عمليات تخريبية او ارهابية وتفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغابات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية راح تكون الساعة اربعة ودقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا ان نعيش اوقات ممتعة جدا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين اورانوس اي الزاوية راح تكون الساعة سبعة وخمستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيج تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عنيدين غريبين الاطوار وممكن انها تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي او العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن انها تعرضنا للفراق بعد هاي الزاوية المباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي راح يبدأ الساعة سبعة وخمستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر لليوم التالي لو صباح يوم الغد الأربعاء الساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لا إلها ولكن كمراجعة طبية أو فحوصات ما في أي مشكلة عندنا القلب الشريان الأورطي دورة دموية ضغط الدم معدل ضربات القلب والعمود الفقري والظهر والجانبان هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لا إلها أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لغاية ساعات المساء قبل خلو المسار أيضا هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر وبدهم يتخلصوا منه ولكن للإنسان اللي ما عنده أي مشكلة ما فيه أي إشكالية لإزالة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لبرج العذراء صباح الغد لأنه اليوم فيه خلو مسار إذن انتقال القادم رح يكون للعذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بيبدأ وبيستمر لساعة ستة وحد عشر دقيقة مساء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمر خمس أيام الساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بنبدأ باليوم السادس نسبة الإضاءة بتكون تسعة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في الأسد حتى يوم اتناش ستة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية ساعات الفجر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعات العصر سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات المساء المتأخرة سعيد بنسبة خمسة في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم سبعة وعشرين ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم 17-6 منتحس بنسبة 40% المريخ في الثور حتى يوم 27 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتم في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمعوليد برج الحمل طبعا أيضا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم ويعتبر اليوم فترة مثمرة إيجابية لممارسة هواية تقارب مع الأحبة الاهتمام بالنفس تجميل ترفيه كل المسائل الهائية أو التقارب من الأبناء أو أحد الوالدين وبتنجحوا بحملة ترويج ولازم تكون جريء بالطرح بتتسار على الأحداث بشكل مميز واستثنائي وتتلقى جواب أو عرض برج الثور بالنسبة لمعوليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم بتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينك وما بين أحد أفراد العائلة ممكن تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلة اتخلى عن مواقفك المتحفظة اتجنب العمليات الجراحية خذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك طبعا العمليات الجراحية اللي ذكرناها اللي تتعلق بالقلب وما يحتويه مع الشرياء الأورطي ضغط الدم للقلب بدك تتراقبها بشكل جيد برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعا بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات أكثر من يوم أمس ممكن تهتموا بمواضيع تتعلق بالسيارات أو بالاتصالات أو بالهواتف أو الإلكترونيات منكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة ويكونوا لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهمش أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض تكثر الزيارات والتنقلات أيضا برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكتحذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهمش أنك برضو ما تتسرع بتوظيف الأموال والدقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل حتى من يوم أمس بتعدلكم نشاطكم المفقود أكثر فأكثر بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي وبإمكانكم توضيح وجهة نظركم والاهتمام بمظهركم تشعروا بالحماس الفائضة ممكن تنشغلوا بوضع حجر أساس لمشروع جديد أو تملك أفكار باهرة وحلول مذهلة أو تبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذرة بالنسبة لمواليد برج العذرة طبعا بيسيطر التعب عليكم اليوم برضو لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فهي بدك تتحمل لغاية صباح يوم الغد حاول تنظيم أمورك والمحافظة على صبرك المعهودة أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حاول أنك تعمل بشكل روتيني حاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم أي قرار وما تكون لجوج لأنه ممكن يخذ لك الحظ بالنسبة لمواليد برج الميزان بتنشطه اجتماعيا تلتقه لأصدقاء اليوم منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة خاطر وبديها عالية بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف لقاء داعم لإلك أهم شيء أنه اليوم ما تماطل وتشجع على العمل الجماعي وإنجز أعمالك الضرورية والمهمة لأنه ابتداء من الغد القمر رح يوصل لبيت متعبك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدك تهدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات والمغامرات الغير مدروسة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها لأنه اليوم ما تشوه سمعتك بتصرفاتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة وممكن تهتم بهواية جديدة حيوية عالية متحمس لمتابعة مساعيك اليوم وعندك القدرة على التواصل مع المحيط برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها أو ممكن تناقش مواضيع مهمة وبتجتاز امتحانات صعبة اليوم الأجواء داعملة إلك بقوة وممكن تعالج الشؤون العائلية المهمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وعلاقتكم مع الأزواج هذا يوم مناسب للقيم بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بتكون تحاذروا الخلافات وما الضخم الأمور وبتبدو مرهف الإحساس متوتر بسبب قلق ما حاذر إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يثير النفور مع الأشخاص اللي بتتعامل معهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا العمل ما زال في تراكم عندكم لأنه القمر موجود في البيت السادس إلا علاقة بالعمل والصحة وعلاقاتكم بالزملاء فإنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا القمر بالتجه للمقابلة الطاقة بلشت تنزل فركز على إتمام وإنجاز الأعمال الضرورية والمهمة انتبه أيضا لغذاءك وراحتك ما تهم الواجبات مهما كثرت أو صعبت وراعي ظروفك الصحية وكن دقيق ومنظم ومراعيا لظروفك ومعنوياتك أيضا حاول أنك ما تدخل بأي خلاف مع زملائك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء